السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريقة جديدة لسرقة الايميلات. ان هو يبعث لك رسالة من شكلها كده تحس ان حد حاول يدخل على الايميل بتاعك. وجوجل بعتلك ايميل بتقول لك ايه لحق الايميل بتاعك هالسرق. الرسالة هيت. بيقول لك ان في شخص حاول ان هو لوج ان او حاول ان هو يدخل على الحساب بتاعك. لوجد انتو اكاونت فروم ان يو ديفايس. فالرسالة دي بتيجي. لكن لما تبص كده بتماعهم هتلاقي ان ده بش ايميل للاستجرام. ولا بتكتر بالشكل دوت. ده ميل حد عمله على موقع اسمه يانديكس دوت اريو. موقع روسي. تمام? وويش بعته لي ده بعته لالاف الناس. بعته لالاف الناس. بعته لالاف الناس. وحطيتنا انا في يعني ممكن كله حطيتنا في البي سي والحاجات ديت. فبعت الرسالة دي لالاف الناس بحيس ان حد بيش هياخد باله وهيوعف مشكلة. ويقول له ايه بعت لي الباسورد او نوت ماي ريكويست بش انا اللي عملت كده. فيبعت له وجهة قريبة من وجهة بتاعت الانستجرام بحيس ان ان انت اتدخل الباسور القديم وتدخل الباسورد الجديد. وطبعا هو يسرق الحساب بتاعك. فنخلي بالنا ونبع عندنا برانوية. يعني فيه ارتياب كده في اي حاجة في الجنة. ترتب في الرسال وتتأكد ان الرسال دي هل هي فعلا مبقاوتها من ايميل مظبوط. هل مبقاوتها ليها ولا مبقاوتها للناس كلها. طيب حاجة زي كده تبدأ تقول له ان الايميل دوت دليس فور ايفر. هو محصول اصلا كده كده في الاسبان. تمام? عشان بس ايه ندربه ان الايميل دوت دليس فور ايفر. هو محص اذا دوت بعرف ان ده ايميل ما مش صحيح وان ده اسبام ودليت.